تشاهدون أمامكم تمثيلاً وسيطياً لدالة ما ولتكن الدالة S ل T وهي دالة متجهة عند حساب الإنحناء فأنتم تحاولون معرفة مقدار الإنحناء بعض أطراف المنحنة الإنحناء في هذا الجزء كبير جداً أما هذا الطرف فإنحناءه منخفض فهو كما تشاهدون شبه مستقيم وكما تعلمتم يرمز للإنحناء بالحرف كابا الإغريقي ويتم حسابه من خلال إيجاد مشتقة دالة متجه الوحدة المماس افترضوا أن هذه الدالة تمثل متجهات وحدة مماسة للمنحنة مثل هذه المتجهات التي هنا هذه الدالة لها الوسيط نفسه وهو T يرمز حرف T الكبير لمتجه الوحدة المماس أما حرف T الصغير فيرمز للوسيط ما عليكم فعله للحصول على الإنحناء هو أخذ مشتقة هذه الدالة ولكن ليس بالنسبة إلى الوسيط T بل بالنسبة إلى طول القوس S المقصود بطول القوس هو مسافة صغيرة على طول المنحنة يرمز لهذه المسافة B D S حيث يرمز حرف S إلى طول القوس أما D S فيرمز إلى تغير بسيط في الطول ما عليكم معرفته هو كمية التغير في زاوية متجهات الوحدة المماسة للمنحنة وذلك داخل المسافة التي رمزنا لها B D S ولجعل فهم الأمر أسهل يمكنكم تخيل المتجهات في فضائها الخاص حيث طولها جميعاً يساوي وحدة واحدة وتبدأ معاً من نقطة الأصل عند رسم المتجهات بهذا الشكل يصبح من السهل ملاحظة الفرق في زاويتها لا تنسوا أيضاً أن مشتقة دالة متجه المماس ستعطيكم قيمة متجهة تمثل المسافة بين المتجهين ولكن الإنحناء نفسه لا يقاس بكمية متجهة بل بالأرقام ولهذا يجب عليكم في النهاية أخذ القيمة المطلقة للمشتقة وعند أخذ القيمة المطلقة لهذه المشتقة ستحصلون على هذه الصيغة المعقدة هنا وذلك عندما تكون عناصر الدالة هي X لT وY لT ما سنقوم به في هذا الفيديو هو شرح الطريقة التي وصلنا بها إلى هذه الصيغة ابدأوا بالنظر إلى البسط لاحظوا أن هناك شبه كبير بين هذين الحدين ففي الحد الأول لديكم المشتقة الأولى للعنصر الأول ضرب المشتقة الثانية للعنصر الثاني وفي الحد الثاني لديكم المشتقة الأولى للعنصر الثاني ضرب المشتقة الثانية للعنصر الأول قد يتمكن بعضكم من ملاحظة أن البسط هو حاصل عملية ضرب اتجاهي خذوا المتجه الذي يحتوي على المشتقات الأولى لكل من X و Y ضرب المتجه الذي يحتوي على المشتقات الثانية لX و Y عليكم الآن ضرب كل حد مع الحد المقابل له بشكل قطري ومن هنا تحصلون على X شرطة ضرب Y شرطتين بعد ذلك تطرحون من هذه القيمة الحدود الأخرى بعد ضربها معا وهي X شرطتين ضرب Y شرطة لاحظوا أن هذا المتجه يمثل المشتقة الأولى للدالة S بالنسبة لT أما المتجه الثاني فهو المشتقة الثانية لS بالنسبة إلى T ولكن ماذا تمثل المشتقة الأولى والثانية للدالة في الحقيقة؟ لمعرفة ذلك أرسموا هذا المنحنى هنا ترسم الدالة S هذا المنحنى من خلال عدد من المتجهات حيث يكون المنحنى هو الخط الذي يمثل نهايات هذه المتجهات المشتقة المتجهة الأولى هي S شرطة لT وهي تحدد الوجهة التي على المتجهات أخذها للتحرك على طول المنحنى وهذا يعني أن هناك متجه مماس عند جميع النقاط على المنحنى جميع هذه المتجهات هي متجهات مماس ولكنها ليست بالضرورة متجهات وحدة فقد يكون هناك متجهات كبيرة إن كانت سرعة تحرككم على طول المنحنى كبيرة ارسموا هذه المتجهات الآن في فضائها الخاص الرسمة الأولى تمثل الدالة S لT أما الثانية فتمثل S شرطة لT المتجه الأول طويل جداً وهذا يدل على أن التغير على طول المنحنى سريع جداً بعد ذلك تغيرت اتجاهات المتجهات وأصبحت أصغر في هذه الرسمة تبدأ المتجهات جميعها من النقطة نفسها وهذا يوضح الفرق بينها بصورة أفضل لو أردتم الانتقال من هذا المتجه إلى هذا المتجه لوجب عليكم التحرك بهذا الاتجاه صحيح؟ وهنا يأتي دور المشتقة الثانية فهي ترشدنا إلى اتجاه المتجه التالي كما ترون أمامكم هنا وهنا وعندما يكون لديكم منحنى شديد الإنحناء مثل هذا الذي هنا ستكون متجهات المماس لديه هكذا أحدها يشير إلى الأعلى بقوة والآخر يشير إلى الاتجاه الآخر ولو رسمتم هذين المتجهين هكذا هنا بشكل منفصل ستلاحظون أن المشتقة الثانية تشير باتجاه المتجه الثاني ولو بدلاً من القيام بهذا بالنسبة لهذين المتجهين قمتم بالأمر نفسه مع جميع المتجهات الأخرى ستحصلون على هذه الحركة الانتقالية وهذا يعني أن المشتقة الثانية ستكون متعامدة على المشتقة الأولى وهذا لكي تخبرها باتجاه الدوران إن صح التعبير بمعنى آخر فلو كان لديكم أحد متجهات المشتقة الأولى وكان متجه المشتقة الثانية متعامداً عليه فهو بذلك يخبره باتجاه الدوران المطلوب أما لو لم يكن المتجهان متعامدين فهذا يخبر المتجه الآخر أن عليه أن يصغر أو يتقلص قليلاً فهو يشير إلى أن المتجه يصغر ويغير من اتجاهه أي أن المسار المبني على S أخذ يبطء شيئاً فشيئاً أما لو كان المتجه يشير بعيداً فهذا يعني أن على المتجه أن يزداد حجمه وهذا يعني أن على المتجه أن ينعطف بحسب المنحنة ويصبح أسرع ولكن أكثر ما يهمنا هو أننا نحاول معرفة مقدار تعامد المتجهين فعند القيام بالضرب الاتجاهي كل ما تقومون به فعلاً هو أخذ هذه المساحة المحصورة بين المتجهين حيث يمكنكم رسم خطين متوازيين مع المتجهين هنا والمساحة الموجودة هنا تمثل حاصل الضرب الاتجاهي بين S شرطة و S شرطتين وعليه الضرب الاتجاهي هو عبارة عن مقياس لمقدار تعامد هذه المتجهات فلو لم تكن متعامدة وكانت الزاوية بينهما منفرجة لكانت المساحة التي يغطيانها صغيرة وهكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو وسنكمل الموضوع في الفيديو القادم اشتركوا في القناة